تسبب النزاع المسلح في اليمن منذ اندلاعه بمقتل وإصابة ألاف المدنيين وخسائر فادحة في ممتلكاتهم وفاقمت أطراف النزاع ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم ويعيش اليمنيون اليوم مأساة كبيرة فإلى جانب الجوع والأمراض التي باتت معلما من معالم هذا البلد يشكو هؤلاء اليوم بعد نحو خمس سنوات من الصراع الدامي من شبه عدام في الخدمات الأساسية اللازمة للحياة حالة إنسانية حرجة دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف للتعبير عن مأساويتها بالقول إن الخدمات الأساسية في هذا البلد باتت على شفير الانهيار التام المنظمة الدولية أكدت في تقرير جديد لها توقف دفع رواتب نحو مليون ونصف مليون موظف حكومي بمن فيهم الأطباء والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من العاملين في القطاع العام منذ ما يزيد عن عامين ونصف وقد أدى هذا الانقطاع في المرتبات إلى إغلاق أو تخفيض ساعات عمل بعض المرافق الحيوية كالمنشآت الصحية والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية كذلك بيّنت اليونسيف أنه لم يعد هناك سوى 51% من إجمال المرافق الصحية لا تزال تعمل لكنها تعاني من نقص حد في الأدوية والمعدات والموظفين وذهبت المنظمة الدولية أبعد في وصف المأساة اليمنية بالقول إن الحرب دفعت بقوة صحة المجتمع والرعاية التوليدية إلى خط المواجهة مع تزايد أعداد الوفيات بين المدنيين المرتبطة مباشرة بنقص الموارد فارتفع معدل وفيّات الأمهات من خمس وفيّات في اليوم عام 2013 إلى 12 حالة وفاة في عام 2018 بحسب تقرير المنظمة كذلك بيّنت تقرير أن طفلاً من بين 30 يموت خلال الشهر الأول من الولادة بسبب سوء التغذية أو التعرض لعدوى أحد الأمراض وإلى أن تروي الحرب في اليمن آخر صفحاتها يبقى اليمنيون الضحية الأولى والأخيرة لهذه الحرب التي طالت انتهاكاتها كل شيء ولم تبقي ولم تذر ترجمة نانسي قنقر